موسيقى صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سيتي بي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور حلقة النهاردة بكاريخ يوم السابق 9 يناير 2021 مرة تانية وتالتة وعشرة كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير ويا رب يكون عيد الميلاد المجيدة عد على خير أنا عارف طبعاً عيد السنة دي مختلف وفيه أسر كتير تعبانة واللي عنده مريض واللي عنده فقط حد من أحباء وبسبب قصة الكورونا فيعني كان عيد مختلف لكن بنتمنى من صاحب العيد أنه هو يمدي إيد الشفا يا رب لكل الناس في كل مكان في العالم ويحاول الكابوس اللي احنا بنعيشه هذه الأيام كابوس كورونا ليه فرح يا رب لكل الناس هارجع تاني وأكد بس قبل ما نبتدي أول موضوع أني أنا عايز أتكلم معاكو فيه موضوع الشبورة يا جماعة نخلي بالنا نخلي بالنا نخلي بالنا احنا جايين النهاردة تقريباً تقريباً مش شايفين نص متر قدامنا يعني أنا وأصدقاء اللي جايين النهاردة يعني كل واحد بيحكي للتاني طب انت كنت شايف ايه عمل ايه مفيش نص متر قدامنا لكن بنتطر طبعاً فاللي مضطر يمشي على الطرق السريعة واللي مضطر النهاردة حتى الطرق الداخلية في القاهرة كانت الرؤية صعبة جداً 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 فنخلي بالنا عشان القدرة اللي لا تحصلش أي مشاكل أو أي حاجة يعني تكون سبب أزيء أو أي شيء عايز أقول لحضراتكم يعني طبعاً كلنا استمتعنا يمكن بقدس عيد الميلاد في التلفزيون طبعاً يعني على شاشة سي تي في فتحنا وعدنا نتفرج على الأداس وقدسة البابا لأن طبعاً معظمنا يمكن تسعة وتسعين في المية مننا ما حضرش أداس العيد في الكنيسة بتاعتهم فاللي حصل إن الأداس جميل والعزة كانت رائعة جداً وطبعاً أداس بدون حضور جماهير كان فيه بس الأباء يعني أباءنا الأسقف وأباءنا وبعض الأباء الكهنة كانوا موجودين وتماني زي الفل واللي كان اللحمة واللي كان الفراغ والليلة زي الفل يعني صحيت أنا تاني يوم الصبح لقيت الحقيقة بستات كتيرة جداً على الفيسبوك ناس كتيرة عمال تكتب تقول لك إيه بقى طماف إريني ظهرت في الأداس طماف إريني ظهرت في أداس العيد زي ما حضراتكم شايفينه عمال يعمل ساهم ويقول لك بص كانت قاعدة فين كانت قاعدة ورا خالص في الكنيسة وكانت عاملة وظهرت في الأداس واللي جاي بقى حتة من الفيديو ومزوم عليها وقال لك طماف إريني ظهرت في الأداس وكلام كده كتير لحد ما بعد كده سمعنا بعينات من الكنيسة نفسها بتقول يا جماعة الكلام ده ما حصلش أنا عايز أقوله حاجة طبعا طماف إريني ما ظهرتش في الأداس عشان محنش يقعد يقول سيتي في بيقول ولا حاجة طماف إريني ما ظهرتش وما كانش فيه أي ظهور ملمين اللي في الصورة؟ اللي في الصورة إحدى الأمهات الرهبات كانت موجودة في الأداس تصادف وجودها في الأداس بتاع قدسة البابا اللي عايز أقوله هو إحنا ليه بنجري دايما وراء الأوهام يعني ليه دايما ممكن نصدق أي حاجة تاخدنا عن الانشغال الكبير تاخدنا عن الانشغال الكبير اللي هو العيد وميلاد السيد المسيح لها كل المجدي ليه ندور كده حاجات جانبية تشغلنا بعيد عن صاحب العيد يعني ليه وليه إحنا نصدق من غير ما يكون فيه مرجعية ومن غير ما يبقى فيه يعني حد موثوق منه بيقول لنا وشير بقى ومشاركات ويلا يا معلم وبيقول لك وضماف إريني راحت وضماف إريني جاء وكلام كده كتير طبعا طماف إريني بكلنا يعني ليها محبة في قلبنا وكل القدسين الحقيقة ليهم محبة كبيرة في قلبنا بس كانوا يعلمونا كده وإحنا وإحنا صغيرين حاجة كده أحب شارك حضراتكم بيها كان يقول لنا لما يبقى فيه قداس أو مثلا في أسبوع الألام وفيه صلوات داخل الكنيسة وحد يقول لك قديس ظهر في البيت اللي جانب الكنيسة أو إلحى بيقوله في الكنيسة مش عارف مكان إيه في الكنيسة حصل فيه ظهور أو حاجة كده من غير ما تدور ما تصدقش فكنا نسأل أبونا وقتها نقوله ليه ما نصدقش ما يمكن ما فيه ظهورات حصلت في تاريخ الكنيسة وفيه حاجات متوسقة وفيه حاجات الكنيسة معترفة بها يقول لك لا يقول لك طالما القداس موجود والزبيحة موجودة ما فيه قديس وما فيه حد لا في السماء ولا في الأرض يستجرى يشغل الناس أو يكون مشغول بعيد عن الزبيحة لأن الزبيحة اللي على المسبح هي أهم كتير جدا 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 من أي حاجة أهم من أي ظهور لأي قديس أهم من أي حاجة في أي مكان فمش ممكن يحصل أن القديسين اللي احنا بنتعلم منهم وبنحبهم وهم يمكن اللي يكلمون عن الإيمان وعايشون السماء على الأرض يكون بيشغلون عن الزبيحة اللي على المسبح بيشغلون عن المسيح نفسه فالحقيقة أنا بشوف يعني الحياة بيصعب عليها كتير جدا لما كنت بشوف مشاركات يمكن بالألاف عشرات الألاف يوم العيد الصبح يقولك فيه ظهور حصل أو حاجة كده السؤال اللي أنا عايز حضراتكم تشاركونا بيه ودخل على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في إيجبت واللي حابب يكلمنا إيه السر وراء أن أنت ممكن تصدق حاجة من غير ما يكون لها مرجعية ومن غير ما يكون حد ذو حيسية ذو حيسية أو ذو ثقل هو الهال إحنا بنبقى يعني عشان بنبقى شاغفين ومتشوقين للموضوع ده هو ده اللي بيخلينا نعمل كده مش عارف يعني ده سؤال أنا بطرحه على حضراتكم وأتمنى تشاركونا فيه وطبعا إحنا إحنا إحسا بنحتفل معاكم بعيد الميلاد المجيد واللي حابب يبعد تهنئل أي حد من أصحابه أو من قريبه نقراها كلنا بس ياريت تبقى حاجة كده صغيرة عشان فيه ناس بتحب ما تزعلش حد فبتكتب العيلة كلها فأنا مش ممكن هقرأ العيلة كلها عشان يعني ناخد بقية حباب هاخد مع حضراتكم بعض التعليقات الجميلة اللي موجودة معنا فيه أستاذ محمد منير بيقول صواح الخير كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب يا أستاذ محمد مريم مراد بتقول كل سنة وإحنا كلنا بيرفع عنا البلاء والوفاء أنا أسف البلاء والوباء يا رب بيرفع الوباء عنا عنه بكلنا مريم تدرس بتقول كل سنة وانت طيب يا ترى هب أحسن يا ريت تطمين هبا ان شاء الله يعني هبا بقت أفضل وتحسنت أكتر وان شاء الله ترجع بالسلامة في أقرب وقت ممكن مريم تدرس من أسيوت أستاذ عادل عبدالله من دميان بيقول كل سنة وان طيبين وحضرتك طيب وبخير أستاذ سمير دميان بيصبح علينا وكل سنة والعاملين في سي تي في طيبين أستاذ عادل عدول كل سنة وان طيب يا سحا من فضلك حب عيد من الكويت على ماما سعاد بلمينيا وأقول لها أني بحبها قوي وبحب قناة سي تي في جدا ربنا يبارككم ربنا يخليكم أمو شنودة جرجس بتقول صباح الخير والمحبة كل سنة وان طيب يا سحا وطميننا على هبا هبا كويسة وان شاء الله ترجع بالسلامة روموندا بتقول صباح الخير بعد صباح الخير يا سحا والأخت هبا ربنا يرجع بالسلامة أولا أنا فعلا استغربت واستعجبت أن الناس مهتمة باللي ظهر واللي ما ظهرش وتركين رب المجد وقدسين ميلاده وقدسية ميلاده ويبصوا الحاجات زي دي طبعا أنا يعني يعني برضو مش عايز يتخذ مني أن أنا ممكن أكون بتري على حد عمل كده أو أن أنا أكون يعني مداء منه أو يعني لكن أنا بعتب على نفسنا يعني إزاي يعني ممكن ناخد أذهاننا من يعني رب الميلاد والله العظيم اللي تولد عشان كل واحد فينا ياخدنا لفكرة ظهور أو مش أو مش ظهور وإنحنا نشارك ده ويبقى هو ده الحديث اليوم بتاعنا يوم العيد والكلام عليه يوم العيد ده بس اللي أنا بعتب عليه هويدة توفيه بتقول رجاء ذكر اسم لكي الكل يدعو له بالشفاء العاجل ويرجع بيته أبونا رويس مدينة نصر يا رب يرجعه لبيته بالسلامة ويشفي لكل ويشفي يا رب كل مريد الكون تسمو رجائي فيك يا رب يقول حبيبي صحاق ماما عفاف وديع من المعادي بتصبح عليك وتقول لك كل سنة طيب وتتمنى من ربنا يشيل وباء عن العالم عشان هو جاء عشان يخلصنا من كل خطيئة وباء كل سنة وهي طيبة وبألف خير مراد مسعود بيقول كل سنة ونطيبين وحضرتك طيب جرجس عاطف بيصبح علينا بيقول للأسف في السوشيال ميديا هي الأساس في تهويل أي إشاعة طبعا أنا مع حضرتك جدا لأن السوشيال ميديا على قد ما لها أهمية وأنها بقت عنصر أساسي في العالم كله دلوقتي وبقت مؤشر في العالم كله ناحية حاجات كثيرة جدا وبقت عنصر مهم جدا في نجاح ناس وسقوط ناس وتعليق ناس وهبوط ناس السوشيال ميديا طبعا بقت هي القصة الأكبر يمكن نهارده في الأخبار عندنا دونالد ترامب فيسبوك وتويتر عمل عليه كده كماشا وقفلوله التويتر نهائيا مدى الحياة وفيسبوك قفلوله أجل غير مسمى قال له لا مش عارفين هنفتحه أمتى فطبعا السوشيال ميديا بقى لها قيمة يعني أنا كمان ما بقتش بقتنع قوي من الناس اللي بتوع تنظر وتقول لك يا عم ده بتوع السوشيال ميديا دول تعبنين لا ده سوشيال ميديا بقتهية كل حاجة دلوقتي وصد زمانه الأهلا بيك صباح الفل صباح الخير كل سنو وانت طيب وعيد ميلاد مجيد يا رب وانت طيبة وبقى لك تبقى سنة سعيدة يا رب علينا كلنا أمين يا رب أمين وبالنسبة للزهرات أنا معودة نفسي من زمان الزهرات حقيقية لو في زهرات حقيقية مش هاجري وراءها لأن أنا مش هستفيد حاجة لما أشوفها في الأرض أنا بطلوا من ربنا أن أشوفهم فوق في السماء قبل ما أشوفهم على الأرض مش عارفة فيه ناس يحبوا يجروا كده وراء أي حاجة ويشوفوها لا أنا ما أحبش يعني أجل كده أنا أصدق وأشكر ربنا أن بتصهر حاجات أو كده طبعا هي بتاعت طماثيرين دي هين ما أفتكرش أن هي كانت لا لا طبعا كانت كد أنا قرتها على النت بيقولك ده رهبة وقفة بس هي وراء صحيح صحيح فنتمنى يعني أن هما الناس يشكروا ربنا ويصلوا ويقولوا أن احنا نشوفك وزي ما شوفناك على الأرض نشوفك وفوق في السماء آمين يا رب أنا بشكر حضرتك جدا وكل سنة حضرتك طيب أنا معاك جدا طبعا ونحن ما نجريش وراء أي حد بيحاول يصدر لنا أي وهمة أو أي حد بيحاول ياخدنا من صاحب العيد ويلخص القصة كلها في كلام كده وكلام يتنشر من مكان لمكان من صفحة لصفحة بدون حتى مصدقية وبدون ما يبقى فيه على فكرة حتى الظهورات في تاريخ الكنيسة كلها ما بنقدرش نقول عليها ظهور غير لما الكنيسة بتعتمدها والكنيسة دايما حتى لما بتعتمد مش بتعتمد الظهور وكلام كده وخلاص يعني عشان مجموعة من الناس قالوا دايما بيبقى فيه لجان متخص دايما بيبقى فيه لجان من الأباء وبيعتمدوا وبعدين تسجلوا عشان كده تسجل فيه تاريخ الكنيسة زي ظهورات أمنا العدرة ماريام سواء في أسيوت أو في يعني في شبراء أو في الزتون كل ده متوسط ومعتمد طبعا وظهورات موجودة وإحنا بنفرح بيها جدا لكن ما ينفعش إن احنا ننشر كلام مجرد كلام كدب وخلاص مرمر فخوري بتقول كل سنة وانت طيب وحضرتك طيبا ماري لمعي بتصبح حلينا فيولا رافلة بتصبح كل سنة وانت طيب من لوس أنجلوس وحضرتك طيبة وبألف خير فيولت أستاذا فيولت أنا أعسف لأنوطات الإسم غلط نوجة أنور كل سنة وانت طيب شكرا لليان جوزيف أليس يوسف ساروة عدلي سواء خير كل سنة وانت طيب كان نفسي أقول لأمي كل سنة وانت طيبة رحلت عنا للسماء من السبعة شهور كانت بتجمعنا ونتلم في هذه الأيام عواطف دانيال ماتة ربنا يعزيك وربنا ينايح نفسها يا رب هالة ناجح كل سنة وكل أسرتك وكل دهها طيبة ملكة فرح بتقول كل سنة وانت طيب ربنا حفظ عليك وبعيد على حبيبي أعماد جورج عبد الملاك جورج مريد وأم صليب بسوهاج هويدة توفيه كل سنة وانت طيب روما البوب كل سنة وانت طيب وبعيد على جوزي أمجد وأنا بحب وقوي ربنا يخله لك نجلاء فتحي كل سنة وانت طيب يا صحي وكل أسرة سي تي في بخير وسلفة سماح وما دونة أم ميرنة بتقول لنا كل سنة وانت طيبين ونبيل صبري وشنودة حنة وإستر عبد الوهاب وقلفة نادي وجانات غبريال وبتقول كل سنة وانت طيب وحشتين يا هيبة والناس محتاجة في ظل كورونا تشفع بالقدسين عشان كده بشوفهم حتى لو كان وهم لا طبعا القدسين طبعا إحنا إحنا ككنيسة أبطية أرثوذكسية بنؤمن تماما بشفاعة القدسين وبنؤمن تماما بتواصلهم معانا باستمرار وبنؤمن تماما إنهم حاسين بينا وشايفيننا وفيه تعامل يومي معاهم لكن القصة اللي احنا بنقول ما ينفعش يعني ننشر كده يعني ما ما ينفعش نقول على حاجة كده إن دي حاجة حقيقة لمجرد إن احنا بنحب القدسين ده اللي احنا بنقوله وأرجوكم يعني أي حد يشوفنا أو بيسمعنا يكون يعني يحاول يعني الرسالة اللي أنا بقولها دي هي اللي تكون وصلة يعني احنا طبعا شفاعة القدسين في قرصنا يعني معانا وسائزة دميانة من القاهرة أهلا بيك وحضرتك طيبة وبخير وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة ربنا خليك اتفضلي الساعات جي من الهبات أصلا تمام جي ساعات احنا ما نصدقش الشعاعات نصدق بس لما الكنيسة هي اللي تقول كلنا ما نشوفها أيوة تمام أنا بشكر بعدين أنا بعيد على ولادي أي السيد نور والسيد جيوتيف والسيد جمار اليوم كل سنة نسايدين ويقعد عليكم بسير يا ولادي وبعيد على سيدنا وقالوا كل سنة نسايدين تمام تمام أنا بشكر بشكر حضرتك جدا وكل سنة وحضرتكم كلكم طيبين وبخير توتا دي أنا صباح الفل أنا من طاط محافظة سوهاك كل سنة وانت طيب أصحاب بعيد على جوزي وبنت ربنا يخليهم لي إيريني تامر كل سنة وانت طيب محسن وليم كل سنة وانت طيب مون جمال بصبح لنا نور جمال من أخمين بحب عيد على خطبتي جميل فرانسيس كل سنة وانت طيب يا حنان جميل ربنا يكملك يا حنان ربنا يكملك على خير محمد مونير بيقول بأكاونت بيقول على فكرة أنا بنت أنا بنت مساحية طيب إزاي أنت بنت مساحية والأكاونت بتاعك اسمه محمد مونير يعني حاجة عجيبة جدا يعني في ناس بقى من اللي هما بيعمل الأكاونتات اللي هما بيسميها الفيك يعني غير حقيقية يعني فده برضه من عوامل التضليل يعني إذا كان حضرتك بنت ولا ولد ولا أي حاجة فأنت شخص مضل يعني الشخص اللي اللي بتقولي أنا بنت وعمل اسم الصفحة اسمك محمد مونير محمد مونير فده أنت شخص مضل يعني أي أن كنت أنت بقى ولد كنت بنت يعني فلأسف يعني فيه أشخاص مضلين وفيه للأسف بمناسبة بقى الحاجات الكتب يعني الفترة اللي فاتت ظهرت حاجات كتيرة جدا أباء كهنة كتير جدا بيكتبوا أن بيتاخد صورتهم واسمهم ويتعمل بها صفحات لعشان يتحكوا بيها على الناس يعني فعلا ده اسم أبونا وفعلا دي صورة أبونا بس الصفحة دي مش بتاعته وهي شابه الصفحة بتاعته ويتحكوا بيها على الناس فأنا بمناسبة يعني الأكاونت اللي بيبعت لنا ده وبيتفخر أنه هو بنت مش ولد فكرة التضليل دي طبعا موجودة يعني موجودة باستمرار جدا على الفيسبوك وعلى فكرة أنا عايز أقولها على حاجة أكتر من كده في ناس بيبقى وراها غية من نشر الشائعات يعني نشر الشائعات سواء في الدين يقول لك أصله ده ظهور أصله ده حصل أصله ده جر أصله أبونا فلان عمل أصله مش عارف فلان عمل أصله سوى أصله بتاع فبيبقى لغرض ما غرض خبيث وهكذا في السياسة أو هكذا في كل شيء فأرجوكم لازم يكون عندنا فكرة الوعي وإحنا دورنا هنا يعني دوري أنا هنا كموزيع أننا دايما يعني عظم من فكرة الوعي أننا لازم يكون عندنا وعي أننا النهاردة لما تلاقي صفحة مكتوب عليها أبونا فلان ما تدخليش وتحكي أنت فين يا أبونا وأنت أصلا ما تعرفهوش يعني أنت أصلا ما تعرفيش أبونا ده ولمجرد أنه ممكن حد يحط اسم أبونا مشهور مثلا فأنا أدخل وأقوله أدخل على رسائل وأحكيه له وأعترف له وأحكيه له قصة حياتي ومواضيع الأسرية وكده لا إحنا لازم يكون عندنا الوعي الكامل سواء على فكرة راجل أو ست أو شاب أو شاب أنا بقول لنا كلنا أن أنا أكون أنا بعرف أنا بتعامل مع مين أنا بتعامل مع مين لأنه أنا وأنا بتعامل مع المجتمع بتاع السوشيال ميديا دي في ناس كتيرة جدا 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 غرادهم خبيث جدا وغرادهم شيطاني فأرجوكم نحذر جدا من الحتة دي إحنا كنا بنوعي على فكرة إن فيه زهورات الناس قالت عليها وده غلط فإحنا كمان بنوعي برضو فكرة إن إحنا أرجوك اعرف أنت بتتعامل مع مين على السوشيال ميديا مش أي حد مش أي حاجة لأن فيه ناس بتاخد أسامي ناس معروفة أو أسامي أباء معروفين ويعملوا بيهم صفحات وبيتحكوا بيهم على الناس وبيضللوهم وبيحصل مساوئ كتيرة جدا ناخد بس كم تعليق سريعا عشان نخرج لفاصل عشان لسه حلقتنا النهاردة معنا حلقة إن شاء الله تكون حلقة مهمة جدا عاد العدود مينة إعماد أستاذ ميرفة مقار أستاذ صفوة نسيم أستاذ جورج عبد الملاك أستاذ بيتر سلامة أستاذ فادي مفرح أستاذ ميجر زكريا أستاذ مجدي هريسة أستاذ محسن مرقص أستاذ إزيس نسيم جانت غبريال ميادة شوئي مستعر عيد إيفون يوسف مارينا سمير مارينا نجيب مينة بوترس ميري مونير كيرلوس كيرو إيفون يوسف كل سنة بحضراتكم طيب ناخد آخر تليفون معنا معنا أستاذ موريس من الماني أهلا بيك أيها السسة أيها السسة صباح الفل أهلا بيك كل سنة طيب صباح الخير كل سنة حضرتك طيب وحضرتك طيب وخير ويا رب يشفي الأخت هبة ويعطينها يا رب تزدع بالسلامة أمين يا رب ويشفي كل مريض يا رب أنا بالنسبة بالنسبة للظهرات الطوبة اللي فيه آية بسي نجيب جل طوبة للذين آمنوا ولم يروا فإحنا محتاجين ظهرات إن الله الله بيظهر لنا كل يوم على المجب تمام أعظم طيب طيب أنت عشان حضرتك بتسمعني من التلفزيون فأنا بشكرك جدا وطبعا طبعا إحنا يعني أعظم شيء يعني أعظم حاجة في الوجود بالنسبة لنا والكنز العظيم بالنسبة لنا كمسيحيين هو إن المسيح بذاته بيحاضر على المسبح لكن مع ذلك في حالة وجود أي ظهرات حقيقية وظهرات مؤكدة الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية من زمان منذ عقود بتخرج بيانات رسمية وكلنا بنؤمن إن العظر ظهرت في الزتون وفي مباب وفي شبرة وفي أسيوت وفي أكتر من مكان بالعكس دي حاجة بتفرحنا جدا 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 لكن ما ينفعش إن إحنا ننشر كلام كدب من ناس ربما يكون لها أهداف إحنا ما نعرفهاش لسه معيكم على فكرة النهاردة يبقى معنا برضو موضوع مهم جدا 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 عن كورونا وهنسأل عن حاجات مهمة جدا في فترة الناس اللي قاعدة في العزل أو الناس اللي مخلطين أو اللي عندهم مشاكل إن شاء الله يكون معنا النهاردة دكتور أنسي نجيب وهتكلمنا النهاردة في موضوع كورونا بشكل مستفيد لكن دلوقتي نخرج الفاصل لسه معنا أخبار مهمة جدا نشوفها مع بعض بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر